ام مصطفى والدة لسبعة اطفال ثامنهم سيأتي بعد حين تمتهن الحدادة سعيا لمساعدة زوجها في تحمل ما يعانيه القطاع وساكنوه من مآس ومواجع متناسية كل الموانع الصحية والطبية المزيد في تقرير مناعوكل سحقتها الحياة اخذت منها الكثير ولم تترك الا تحدي للسعي نحو البقاء مع قصوة الحياة والحاجة الملحة لتوفير لقمة العيش لاطفال عاشوا من العمر حروبا اكثر مما لعبوا ام مصطفى والدة لسبعة اطفال ثامنهم ينتظر طريقه نحو هذه الدنيا تعمل في الحدادة مع زوجها متناسية كل الموانع الصحية التي قد تعترض طريقها انا بشتغل يعني اعتبر عمري كله في المهنة هذه لان جماعتنا كلهم بشتغله حدادين في مصر هيك هي شغلة صعبة لاني معايا اتعف ظهري ونظر ضعيف لما بحب فيه يعني هيكة يعني بتقبل شغلة تقيلة ولا ايش با دهلا قاعد البنت من المدرسة بتروح يوم او يوم اللقعة عشان تساعدنا اتناولنا ايش اتناولنا حاجة فنضطرنا قاعدها من المدرسة الى جانب واجباتها المنزلية تعمل ام مصطفى مع زوجها كحدادة تضرب بالمطرقة باقصى ما لديها من قوة لتبسط الالواح الحديدية وتشكلها محولة اياها الى اسلحة بيضاء في مهنة اكتسبتها اثناء مساعدتها لزوجها بالنسبة لمهنتنا شغلنا والله اذا ما تقول شقة وتعبة يعني شوية فيه معدات بالكهرابة بيقولها طبعا غير اليد اليد وديت بتقبأ اسهل فيه معظم لوقات انني بساعدة بمصطفى زمن الشايفين عشان بيتعب معه وبردو اكتعب وعينه برضو وجعه فبطبأ اساعده نظرها ضعيف وتعاني من آلام في الظهر عدا عن حملها لجنين لم يتجاوز من العمر ثلاثة اشهر تضطر عائشة لتجاهل بنيتها الضعيفة وحاجتها لان تحصل على الرحاية الصحية اللازمة امور لم تبقي لدى عائشة خيارات سوى بان تكون كادحة في مهنة الرجال بعدما اصبحت خيارات البقاء محدودة لم يتبقى امام هذه السيدة سوى ان تتجاوز حدود المعروف والمعقول كي تنتقل بابنائها الى بر الامان حتى وانكلفها الامر حياتها مناعك القناة رؤية غزة فلسطين